أستاذ محمد كامال أحمر المحامي أنا بس عايز أعرف من حضرتك بالنسبة للي حصل مع الأستاذ حمد الفخراني هل يجوز أصلا إطلاق لفظ رشوة على الواقع كلها؟ هو فعلا يجوز إطلاق لفظ رشوة على الواقعة وقعة الضبط بالنسبة لأستاذ حمد الفخراني لأنه يمثل جمعية مكافحة الفساد وهي جمعية مباشرة وأموالها أموال عامة وبالتالي هو لا يمثل نفسه بل يمثل المؤسسة التي ينطبق عليها قانون الأموال العامة وينطبق عليها قانون الرشوة هل يجوز لفرد أو مؤسسة رفع قضية فساد أنه يرجع بعد كده ويتنازل عن هذه القضية؟ لا لا يجوز طيب ليه بقى أستاذ حمد الفخراني طلب رشوة طالما هو رفع قضية وما ينفعش يتنازل عنها طيب كان هيخد فلوس رشو على أي أساس؟ على أي أساس أنه غير أقوال يعني أستاذ حمد الفخراني غير أقواله تسقط بوز القضية هل الإجراء اللي حصل على معسوس حمد الفخراني وعملية الأبضى علي ده كان إجراء قانوني أصلا؟ هو إجراء قانوني لو فيه توفر فيه شروط اللي هم؟ أولا ورد تحريات تحريات للنيابة تحريات للنيابة بأن فيه واقع رشوة وتأكدت النيابة من صحة المعلومات البرادة بالتحريات دي ومن بديتها وبالتالي الإجراء اللي يبعديه النيابة بتستذر أم بالتسجيل ودكتور واحدة المتحدة وبالتالي لو الإجراء جي ميش سليمة الإجراء بيبقى سليم مية في ميات القرنطان طيب آخر سؤال لحضرتك لو سبت فعلا تهمت الرشوة على الأستاذ حمد الفخراني عقوبته كام سنة سجن؟ هو العقوبة بتبدأ من سبع سنين لخمسلاشر سنة هل هوي إيه ده؟ يعني أستاذ حمد الفخراني ممكن أن يأخذ سبع سنين سجن؟ لكن يجوز للقاضي النزول بالعقوبة النزول بالسبع سنين؟ نعم النزول بالسبع سنين يعني الحد الأدنى العقوبة الرشوة سبع سنين والأقصى خمسلاشر سنة لكن لو القاضي رأى أنه ممكن ينزل بالعقوبة عن سبع سنين هيعمل كده يجوز للقاضي يجوز؟ وفيما حاجة المكتبة ماشية على عزم من ولد زي قضية حبيب العادي في السخة في السخة أهضر أموال عمو وتربطيح للغير كذا جريمة والمحكمات بثلاث سنين تمام ألف شكرا لحضرتك شكرا جزيلا أطوز محمد الأحمر المحامي ألف شكرا لحضرتك